دكتورة ريم يعني يمكن ما يميز أنا عم بركز معك وانتي عم تحكي انه اجتماع العلم بالثقافة فانتي استخدمتي المنهج العلمي في دراستك ايضا استخدمتي في يعني اصدار الروايات في الثقافة وهذا يمكن اللي بميزك ككاتبة متميزة حصلتي على عدد من الجوائز اصدرتي عديد من الروايات لكن المعلوم اللي عنا انه في عدد من السنوات انتي توقفت فيها عن اصدار الكتب صح بالتأليف السؤال اللي بيطرح نفسه انه هل ممكن الكاتب هوايته تتوقف عند لحظة معينة او يشعر بانه ما عاد عنده شيء او ما عنده رغبة في فترة معينة انه يكتب فترة مؤلمة جدا هي سبع سنين يمكن هي سبع سنين من الفين وعشرة انتهيت من رواية الشارع وكانت خمس رواية ليه وكنت في الوقت ده خدت جايزتين يعني كنت خصلت خلاص على جايزة منهم كانت من امريكا احسن عمل مترجم اللي بقى على الفوصدق وجايزة لرواية دكتورة هناء حصل ايه بقى بالظبط مش عارفة يمكن التغيرات الشديدة اللي حصلت في الوطن العربي كله في الوقت ده كنت بحاولة استوعبها بحاولة فهمها يمكن فعلا يعني حاست ان انا ما عنديش حاجة جديدة لسه او عايزة ااخد فترة من الكراءة والتدريب قبل ما ارجع تاني للكتابة لكن هي فترة مؤلمة لان انا من الناس المقتنعة ان الكتابة موهبة وان دي رزق من ربنا يعني وان هي لو الانسان ما اولا انا عايزة تنمية وعايزة دراسة لكن لو الانسان حاس ان هو ما عندهش حاجة يقولها احسن ما يكتبش فانا كنت في الوقت ده حاسة يمكن يمكن تكون موهبة انتهت فترة مؤلمة جدا يعني فلما رجعت مصر تاني وشاء القدر ان انا ارجع مصر ومعاني كنت متوقع ان خلاص مش هرجع للكتابة تاني كتبت رواية مرشد سياحي وفي بالي وفي بحثي العلمي كنت بدأت بحث علمي عن رواية اولاد الناس ثلاثية الممليك وقالي على المشروع ده ان انا عايزة اكتب على اهم العصور في مصر في العصور الاسلامي نها دكتورة انتحدثت حضرتك عن بان انت قرأت رواية عراقية حقيقة اليوم من خلال ما اسمع من حضرتك بان انت قرأت رواية عراقية ممكن تقرير لي بلد ثاني من الكتاب الروائيين العرب كيف ممكن للرواية ان تجتاز حدود البلد هل نستخدم لغة ثانية بما نعرف بان اللغة حمالة اوجه والبعض يقول بان النصوص ميتة يحييها القارئ كيف يمكن ان اطور هذه اللغة وان تصل وتعبر حدود اوطاننا الحقيقة بالنسبة لي انا الرواية اللي بتشددي جدا هي الرواية اللي فيها انسان فيها تجربة انسانية يعني الرواية اللي انا قرأتها اعتقد اسمها امرأة ملونة كانت فيها تجربة انسانية تجربة انسان مر بتجارب صعبة في حياته في ظروف طبعا صعبة وفيها بعض التحديات في العراق لمسني التجربة الانسانية اكتر من اي حاجة هاني فحسيت ان انا فهم الشعب فهم الناس طبعا موجود لغة اللغة انها مكتوبة باللغة العربية ده بالنسبة لي طبعا سهل كتير جدا ساعات بيكون في لهجات جوه الروايات ممكن تكون صعبة وممكن لا حسب الكاتب عارف ازاي يعني يوصل المعنى لكن لو في رواية فيها الصدق يمكن كلمة السر هنا هي الصدق اذا كان الكاتب بيكتب بصدق عن اي رواية فده في حد ذاته بيوصل للكورو اها دكتور بعد هذه المداخلة ليش ما جربت بان تكتبين شيء عن تاريخ العراق بما انه دائما نعرف بان مصر تكتب الجملة الشهيرة جدا ده كده لازم اكتبع العراق بعد ما قريت عنها كتير والحقيقة لازم اقول ان العراق مطلعها ادب رائع الحقيقة طبعا اه يعني واضح ان في مواهب رائعة جدا في الكتاب هو بس تروحي تعودي في شارع المتنبي شوية بعدين يجي للأفكار وازات بعد تطويره اعتقد انه يعني انا على ما اعرفه دكتور ريم ان هي لازم تعيش لازم تعيش الاجواء وبعدين تبدأ الكتاب